أنا عايزة والمشهد كان شغال دلوقتي على الشاشة أمام القاضي هل أقدر أقول أستاذة دعاء بأنه كمان دراما انتصرت للقضاء لأنه أنا كمان القضاء أحس أنه يعني طول الوقت وطبعا فنان خالد سرحان أجاد الحقيقة في دور القاضي لكن هو كمان مكبل بقضايا وبأوراق وبرول بتاع المحكمة وطول الوقت مش قادر يساعدها لأنه القانون ما فيهوش اللي يقدر يساعد فهل نقدر نقول هو مش انصف فقط للمرأة ولكن كمان للقضاء اللي بيبذلوا هذا المجهود مع مئات القضايا في يوم واحد ده هي والحقيقة فكرة أنه هو مكبل بالقوانين لأن برغم أن حصلت محكمة الأسرة احنا كنا فين وبقينا فين برضو الأستاذة تقدر تصلاح لي أن احنا قبل محكمة الأسرة كانت المعاناة أكبر بكتير فمحكمة الأسرة سهلت كتير بس كمان لازم لا نخفل أن برضو وده موجود في القانون الجديد الحقيقة القانون الجديد هايل وعظيم ومش ممكن نخفل مجهود نائبة نشوة ديب ونواب كتير من البرلمان اشتغلوا على المشروع القانون اللي بقى لهم ثلاث سنين شغالين عليه تقريبا متين مادة في فكرة الطلاق الشفاهي في فكرة النفقة في فكرة مدة التقاضي الحقيقة أن القانون عظم أن هو هيبقى منصف للرجل والمرأة لأنه برضو في رجال مظلومين برضو في فكرة الرؤية صحيح وفكرة الولاية صحيح وفكرة أهل الأب أن هم من حقهم وهي الأحوال الشخصية كاملة من الأسرة ترجمة نانسي قنقر